أمت الله من السعودية يحفظ هذه الأخت السائلة لا شك بأن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المعاشرة بالمعروف والله جل وعلا يقول وعاشرهن بالمعروف والله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليه النبي المعروف والنصوص في هذا كثير النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية حق الزوجين على بعضهم البعض النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكذلك الرجل له حق على امرأته هذا السؤال وهذه المشكلة التي عرضتها الأخت أمة الله لصديقته هي مشكلة في الحقيقة تمثل الآن ظاهرة من الظواهر الأسرية الخطيرة التي تهدد كثير من الأسر بالتفكك والانكسار والسقوط نسأل الله العافية والسلام وهذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل على الحياة الفوضوية العبثية التي يعيشها بعض الأزواج وبعض الزوجات أيضا كما أن هناك أزواج يشتكون من زوجاتهم بأنهن أدمن أدمن على وسائل التواصل الاجتماعي لدرجة أن رجلا قال لي بأنني خيرت امرأتي بين هذه الوسائل وبين الطلاق اختارت الطلاق نسأل الله العافية والسلام وهذا يدل على رقة في الدين وضعف في العقل وعلى تشتت وعلى عبث في التعامل مع هذه الحياة الجميلة التي يجب على الإنسان أن يستثمارها استثمارا صحيحا حتى يترقى في جنة عالية قطوفها داني في المقابل للأسف وهذا هو الغالب أن بعض الأزواج هدان الله وإياهم أيضا يعيشون حياة فوضوية عبثية لا مبالاك يعيش سبهلل هكذا أدمن على وسائل التواصل الاجتماعي ضيع حقوق الزوجة ضيع حقوق الأولاد ضيع حقوق البيت بل ضيع قبل ذلك حق الله عز وجل من صلاة الجمعة وصلاة الجماعة أو يصلي لكن يفوت بعض الصلوات كصلاة الفجر بسبب هذا السهر والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك الأسف الشديد بعض الناس سمح لنفسه أنه يخوض في هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة من القنوات أو من المحتويات السيئة التي تبث الأفكار المسمومة أو المناظر التي لا يرضاها الإنسان لزوجته ولا لبناته ما أدري كيف يرضاها لنفسه ما يرضاها لأولاده ما أدري كيف يرضاها لنفسه ولذلك الأسف هذه مشكلة هذه مشكلة عويصة ولذلك بعض الرجال للأسف إدمانه على هذه الوسائل أشد من إدمان المدمنين على المخدرات نعوذ بالله أصبح شغله الشاغل وقلقه الساهر ويومه الدائم على هذه القنوات وعلى هذه الوسائل بل بعضهم حتى العمل الذي يكتسب منه راتب يطعم نفسه ويطعم زوجته أولاده أصبح يفرط في هذا العمل كثير من المسؤولين في العمل من المدرى يشتكوه من بعض الموظفين ما في إنتاج ما في إنتاج ما في إخلاص في العمل والسبب سبب هذا الأمر فلذلك يا أخواني واخاتي اتقوا الله والله لتسألن عن كل لحظة من لحظات حياتكم هذه الوسائل نعم من نعم لا استثمروها في الخير هذه الوسائل اجعلوا لها وقتا ليس بالضرورة أنني 24 ساعة أشاهد هذه الوسائل وهذه القنوات أن لأهلك لزوجك عليك حقا ولزورك الضيف هو ضيف عليك حقا ولبدنك عليك حقا والديك لهم حق أولادك لهم حق زوجتك لها حق أنت أنت نفسك لها حق عليك جسدك لها حق عليك عينك لها حق عليك هذا الحياة الفوضوية العبثية تدل على أن الإنسان هذا ما يعرف ماذا يريد ولا يعرف أين يسير هكذا كيفما اتفق يعني إذا حصر شيء ألها تبع ألها تبع وهذه الدنيا إنما هي له ولعب وزينة لذلك على الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله لاحظوا هذه الأوقت طبعا هذه الأوقت ليست الوحيد عشرات الرسائل تأتين هنا وخارج البرنامج اشتكين أزواجهن أزواج الأسف الشديد يعني ياليتهم يدخلون لإفادة أنفسهم ولرفع الحصيلة العلمية الثقافية الطبية الإدارية التجارية ياليت هذا فيه فائدة لا ما فيه فائدة يعني بعض الوسائل يدخلها الإنسان يأخذ دورة في الإسعافات الأولية دورة في الإدارة دورة في التجارة دورة في الخطابة دورة في كتابة المقالة مثلا دورة في مثلا أو يحفظ القرآن يطل على تفسير القرآن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطل على الأشياء المفيدة على التاريخ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يعني هذا لو قضى الوقت كله ما يلام مع أنه إذا فرط في الواجبات قيل له لا أعطي كل ذي حق حقه كيف هو الآن للأسف الشديد فتح نوافذ وأبواب عليه من خلال هذه القنوات والحسابات والمحتويات التي تضر ولا تنفع فأختي الفاضلة بارك الله فيك يعني بالنسبة لصديقتك هذه قولي لها تصبر وتحتسب وتذكر ما بين فترة وأخرى لعل الله عز وجل أن يحيي قلبه لعل خطيب من الخطبة الذي يحضر خطبهم ينبع على هذا الشيء وهذه دعوة لأخواني الخطبة أن ينبه الناس الناس الآن الذين يحضرون الجمعة من جميع المستويات من جميع الفئات من جميع الأجناس خطبة يعني في مثلي هذا أنا أجزم يقينا بأنها تنفع رسالة إلى إخواني الخطبة هذه حاجة الناس الآن البيوت تشكو من هذه الإشكالات وهذه الأزمات فلعل هذا الشخص الغير مبالي يسمع خطبة فيها يعني وعظ فيها تذكير فيها تنبيه فيها إيقاظ للإحساس بالواجب لعله يرجع ويغير من حاله وعطوهم برامج عملية يعني قل له مثلا أنت أيها الإنسان اجعل لك ساعتين في اليوم مثلا ساعتين والله كثيرة لكن نقول ما يخالف ساعتين اجلس على وسائل التواصل وبعدين قفل وسائل التواصل ويقال له يعني اطمئن ما في شيء يروح اللي بيفوتك بعد الساعتين بتحصله وينصح أيضا بأنه ما يدخل كل حساب في حسابات للأسف الشديد تضر ولا تنفع في حسابات للأسف الشديد قد يكسب الإنسان من ورائها السيئات وتبقى بعد وفاته لما يدعم مثل هذه الحسابات السيئة ويدعمها ويعطيها إعجاب ويعطيها متابعة وهو محتوى يبث العقيدة الفاسدة محتوى يبث الأخلاق السيئة محتوى هذا الحساب يعني ينشر مثلا الشائعات أو الأراجيف أو يضرب في النسيج الاجتماعي مثلا لبلداننا كيف أنا أتابع مثلا هذا الحساب كيف أسمح لنفسي أن هذا الذي هو عدو لديني وعدو لأسرتي وعدو لوطني وعدو لولاة أمري وعدو لعلمائي كيف أسمح لنفسي أني أنا أتابعه أين عقولنا يا أخواني أين عقوله أين التفكير السليم يجب علينا أن ننتبه يا أخواني وأخواتي بارك الله فيك يا أختي الفاضلة ووصي هذه الوصية تصبر وتحتسب وتترك التفكير بالطلاق وإن شاء الله لعل الله عز وجل يصلح زوجها مع تذكيري إياها بالحرص على الدعاء خاصة في السجود أن الله تعالى يهديه أن الله تعالى يحيي قلبه أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير ترجمة نانسي قنقر